طبعا مما لا شك فيه ان حلم اي حد بيعمل اعلانات ممولة هو ان هو بعد ما اعلاناته تكون كاسبانة يبطي ان هو يعمل سكيلينج او يتوسع في الاعلانات عشان بدل ما كان بيحط 10 دولار يجيله 40 بيبقى رفسه ان هو يحط بقى 1000 دولار يجيله 50 الف للأسف في ناس كثير بتعمل الموضوع ده بشكل خاطئ تماما ولما بقول خاطئ هنا فالله هو بينايله الدنيا خالص يعني اللي هو مثلا المفروض انت تكون بتختبر الاول اعلاناتك مفروض الدنيا تكون كاسبان عندك تبيه تعمل سكيل او تتوسع الناس اللي بتدخل مرة عايز تعمل توسع من اول يوم خالص ومش عارفة الممتج بتاعها كاسبان ولا خسران دول بشيفة هيلو الدنيا عسان عندهم بلح خالص الدول بينايله الدنيا حرفيان فرد تختبر الاول بعد كده نعمل توسع فانا في الفيديو ده هتكلم ازيك توسع بالشكل الصح بفرض ان انت بتصرف ميزانية صغيرة بتحط دولار بيجيلك 3 4 5 وعايز تتوسع بقى بعد كده فالفيديو ده هو الفيديو المناسب لك يلا بينا يا رسالة جماعة عزيزيك والاخبار معكم اسلام صلاح ومعنا نهارده فيديو جديد عن ازاي تعمل توسع بحملتك الاعلانية اللي هو من اهم المواضيع اللازمة لأي واحد رائد اعمال او واحد عايز يكبر البزنس بتاعه قبل ما ندخل في الفيديو بتاع النهارده خدينا افكرك ان في نهاية كل فيديو بجاوب على بعض الاسئلة اللي انت تسألوهاي على الانستجرام عندي فخليكم كامل الفيديو للاخر عشان تشوفني وردت على سؤالك ولا لأ ولو عندك اي سؤال بتنساش تروع على صفحة الانستجرام عندي وبعاتلي سؤالك ومننساش تكون عامل لي فالو هناك عشان سؤالك يوصلني ويلا خدينا ندخل في الفيديو بتاع النهارده اللي الناس كانت بتعميره لفترة طويلة جدا ان هم كانوا بيروحوا على الحملة الاعلانية الكسبانة عندهم يقوم عامل دوبليكات ويقوم ناسخ الحملة بتاعتهم دي لحملة تانية وبيقوم جاء على الحملة اللي هو نسخة دي بيرفع فيها الميزانية وباكده عنده الحملتين شغالين مع بعض والدنيا زي الفن طبعا لفترة طويلة كنت ممكن تعمل حاجة زي كده وتفلت بيها بس مؤخرنا نبتدى الفيسبوك يطلع تحذيرات كتير جدا للموضوع ده ان انت ما تعملش حاجة زي كده عشان حاجة اسمها الـ Auction Overlap او تداخل المجموعات الاعلانية اللي موجودة عندك يعني ايه تداخل المجموعات الاعلانية؟ تداخل المجموعات الاعلانية ده معناها ان المجموعات الاعلانية اللي انت عاملها بتتنافس مع بعضها البعض لما بيدخلوا في المزاد بتاع الاعلانات بعد التعديثات اللي اعرف الفيسبوك بيقلل التداخل ده بقدر الامكان فبقى بيمنع ان اصلا الحملة الاعلانية تشتغل من الاصل يعني الحملة اللي هي نتائجها هيقل ما بتشتغلش اصلا وبيسيب الحملة التانية تشتغل وبالتالي ده بيقدي ان حملة الاعلانية منهم او ساعات الاثنين هما الاثنين يبقوا underperforming او هما الاثنين مششغالين بالكفاءة اللي احنا عايزينها وده سبب من الاثباب الكتير اللي كان بتجيلي اسلام احنا ليه كل ما بيجي نعمل اسكيل او نتوسع في الانفاق بيلاقي ان الحملات الاعلانية عندنا مستويها بيقل ده نتيجة ان انت بيحصل عندك تداخل ومتا اصلا الخوارزميات بتتلغبط مش عارفة تعمل ايه في تنافس كبيرة عندك بيحصل فبتبطي انها تمنع التنافس ده بقدر الامكان فبالتالي الحملتين اللي عندك بيموتوا واحيانا الناس كانت بتعمل الموضوع ده وتفلت باللي هي عملته بس كبيرة كبيرة وفاجأة بقى ان هم مثلا عاملين ثلاثة اربع خمس نسخ تحت بعض ويجوا اللي اسلامي الدنيا تجدت عندي تبوص ليه ما كانتشغالها كويس وانا عامل حملة واحدة او حملتين فطبع ان الطريقة القديمة دي بعد اذنك خالص انساها وخليني ايه داجلاتي ووريك ايه الطريقة الجديدة اللي احنا نستعمالها قبل ما ندخل بس على طريقة جديدة طلب شخصي كده بعد اذنك انا شايف ان اكتر من حوالي 65 ممن الناس اللي بتفرغب عندي عقناة مش عاملين لسه متابعة والقناة ده التنام قوي فيعني اليوتيوب عايزينه يعني يعمل ريكمنديشن وتوصية للفيديوهات دي اكتر اكتر عشان الناس تستفيد منها فبعد اذن احنا لسه ما عملتش بس لايك وسبسببرايب انزا لاما كده رطب على اخوك بلايك وسبسببرايب وخلينا نوصل لخمسين الف بقى كده يا مساحكي الطريقة الجديدة اللي احنا هنستعملها هي ان احنا ندخل ان احنا نزول الميزانية بشكل بسيط كل كم يوم وطبعا دي الطريقة التقليدية اللي احنا عارفنا او اللي انت ممكن لو انت ما تعرفهاش لسه فانت ان انت بتحاول ترفع الميزانية في حتى الحاملة اللي كسبانا بنسبة مئوية كل كان يوم وبتعمل الكلام ده في نص الليل عشان ما اطلع بطش الخبرزميات فطبعا الموضوع بيقى محتاج شغل يدوي كتير وان انت بقى طب انا هفضل قاعد لنص الليل وهستنى من النهاردة هعد ثلاث ايام النهاردة يوم 29 يبقى بعد بكرة يوم 32 لا لاحظة ده مفيش يوم 32 في الشهر طب كده هترعي بقى يوم واحد ولا يوم اثنين وهتبطل تعمل العمليات المعقدة دي في ادنك وهتنسى تعمل اصلا سكيل اف توسط فهوريك تعمل يوم هتقلقش وانت انت عندك حملة خلاص اعلانية جاهزة بتجيبلك نتايج كل اللي انت هتعمله انت هتستعمل هنا الاتوميشن او هتستعمل حاجة اسمها rules او قواعد تلقائية موجودة في الحساب الاعلاني هتعمل كده ازاي؟ هتروح على الحملة الاعلاني اللي كسبانا عندك وهتعلم عليها وبعد كده هتدوس على rules اللي هتلاقيها موجودة عندك في الحساب الاعلاني وتعمل create a new rule هتعمل custom rule من فوق هتدوس next وهريد تبقى ان هنلعب في الشروط اللي موجودة من هنا بحيث لما الشرط يتحقق يبتدي ان الفيسبوك او الانستجرام اللي انت بتعمل اليوم اعلان يحقق الرول او القاعدة دي الواحده ويزود الميزانية بعد كده هنسمي الرول بتاعتنا مثلا scaling وهنعمل scaling او توسع مثلا بنسبة 3% هتطبق القاعدة دي الايه؟ هتطبق القاعدة دي على انهي حملات عندي فانا هتطبقها على كل ال active campaigns او كل الحملات اللي شغالة عندي الاكشن اللي هيتم او ايه بقى الحاجة اللي هاتم اللي هيتم لا ان انا مش عايز اقفل ال campaigns اللي هيتم اللي عندي هنا ان انا عايز ارفع الميزانية اليومية ارفع الميزانية اليومية بكام؟ ارفعها بنسبة 3% ممكن تخليها بكام دولار بس انا بحب اخليها 3% عشان مثلا انت ممكن تخليها دوقتي 10 دولار انت عايز تزود كل يوم 10 دولار تبتخيل انت وصلت بعد ما هي يا ربنا اديها الصحة طوطة عمره بقيت انت بتصرف 500 دولار في اليوم هتفضل تصرف بوردة 510 520 530 لكن لو انت بقى حضت نسبة مئوية لا هتلاقي الزيادة عندك واللي scaling بشكل اسرع فعشان كان انا بحب النسبة المئوية بس مهم جدا ان انت تحط حاجة اسمها maximum daily budget cap او اللي هو انت عايز الحد الاقصى عندك يكون كام تشغالة مع نفسها وبتعمل scaling وبتبسع انت ممكن تلاقي نفسك فدقى طلعت مثلا 10.000 دولار في اليوم او انت كده بتصرف ميزانية كويسة من غير من انت اخد بالك فهتلاقي ان انت بقى عمل بيجيلك مبيعات كتير متقدرش ان انت توفيها او ان انت بيجيلك lead زعملة محتمليين او رسائل او اي ان كان فعشان تحط limit وتقيد الموضوع ده حط مثلا ان انت عايز الماكسوم بتاعك وليكن 1000 دولار في اليوم طبعا على حسم الميزانية اللي انت شغال بيها بعد كده عندنا ال frequency اللي هو انت عايز القعدة دي تشتغل كل قدية هو هنا عملها كل 12 ساعة احنا نخليها كل يوم بحيث ان هو يبطي يزود لي الميزانية كل يوم بنسبة 3% لو القعدة عندي تحققت طيب القعدة عتشتغل ازاي القعدة عشان تشتغل محتاجة شروط فبعد كده هنلاقي في حاجة اسمها conditions اللي هي الشروط اللي عندنا ففيه مكمعة كتير من الشروط انت ممكن تستعملها مش عشان ال scaling بسلا انت عشان تعمل اي حاجة عايز تقفل الحملة الأمانية عايز تعمل حاجات كتير جدا لكن احنا اللي احنا عايزين هو ان احنا نعمل scaling فاحنا هنركز هنا على سعر النتيجة فانعايز ان لما يكون سعر النتيجة اقل من رقم معين ولكن مثلا انت حاطط ان السعر المثالي بالنسبة لك علشان تبيع اي حاجة هو مثلا 10$ انت طول ما انت عمال بيجيلك سعر النتيجة اقل من 10$ انت تقدر تعمل scaling اقل من 10$ ممكن برضو لو انت شغال حملات رسائل وحاملة الرسائل انت مستعدة تصرف في الرسائل لحد نص دولار اكتر من نص دولار لا فانت ممكن تيجي هنا على نص دولار او cost per result هتخليها نص او cost per lead او اي ان كان وهتخليها مص طبعا هيبقى كله من المكان ده طبعا هتلاحز هنا ان هو ام حاطة شرط بدماغه اللي هو عدد المرات اللي اعلان اتشاف فيها وحطة انها تكون 8000 وده انا برشح ان انت ماتشلهاش خلي القاعد دي شغاله فحيس فيكون الاعلان اشتغل شوية حقق نتائج والنتائج مستقرة ففريد ان هو يشغل القاعد دي ممكن يكون في عندك اول يومين الاعلان يشتغل فيه وفتلاقي النتائج حلوة قاوي وبعد كده انت تبوص وانت عايز تتطمى ان النتائج عندك كويسة قبل ما تبدي تتوسع او تعمل scaling الحاجة اللي هنبص عليها بعد كده اسمها time range ايه التايم range دي؟ التايم range دي انت عايز القرار اللي يتاخد يكون بناء على كام يوم فاته لان انت مثلا لو شغاله وتبعت الناس على ويب سايت او موقع الكتروني والناس بتشتري من خلاله ففيه فترة زمنية مستغرقة مبين لما الناس بتشتري والنتائج دي بتسمع في الحساب الاعلاني فحاجة زي كده بنحط لها مثلا 3 ايام لو انت مثلا شغال واعلانات رسائل وكلام من ده والنتائج بتظهر في ساعتها او لو حملات lead generation حملات اللي هي العمل المحتملين انك تجمع بيانات الناس فبرضو حاجة زي كده انت ممكن تخليها yesterday او تخليها اللي هي last two days بس انا بفضل لو كده اخليها yesterday والموقع خليها ثلاثة ايام بس انا عموما في المتوسط بحب اخليها ثلاثة ايام ودي اللي بشتغل عليها عايزه ياخد القرار بقى كل قد ايه دي انا بخليها daily في نص الليل زي ما احنا قلنا وهنا اول ما ياخد قرار اللي يحصل طيح انا معلمين على الايميل عشان يبعث لي ايميل انه حصل الاكشن الفلاني ده اتاخد وبعد كده بعمل create وبقى انت كده مبروك عملت القعدة التلقائية اللي شغالة حتى وانت نايم حتى وانت بتعملش اي حاجة الحساب الايميل عمل بيعمل scale وعمل بيزود الميزانات اللي بيصرفها الواحده فباللي احنا عملناه ده الميزانات فيه تزيد واحدة واحدة في الحساب الاعلاني طيب انت لقتي ممكن توصل لمرحلة ان انت اعادت اتزود ميزانية اعادت اتزود ميزانية طبعا انت عارف ان الفيسبوك بيقراجبه العفريت وممكن تبديد اتزود تلاقيب اي كان النتائج بقت وحشة فعايزين دلوقتي نعمل الموضوع بالعكس ان بدل ما احنا كنا منزود الميزانية بشكل تلقائي عايزين بتين احنا نقلل الميزانية بشكل تلقائي لحد ما نوصل لمرحلة ان احنا خلاص الموضوع حالما يقسم انها فنضطر ان احنا نقفل الاعلانات هنعمل كده ازاي هنيجي على نفس برضو الحملة الاعلانات بتاعتنا وهندوس على رولز وهنعمل بس هنا طبعا برضو لما هندوس على custom rule من فوق هنخلي ده مش scale بقى هنخلي decrease او تقليل وهنقلل برضو بثلاثة في المية هنعمل الموضوع ده كله على كل الاعلانات اللي شغالة عندنا وهنخلي الاكشن اللي عندنا هنا هو decrease daily budget وهنخلي الموضوع هنا هو ثلاثة في المية انا بقى بيقولك انت عايزي الميزانية ما تقلش عن كام ده طبعا لو انت واحد عايز كده كده انت يكون في اورترات شغالة عندك مش عايز توقف الاعلانات وده اللي انت مفروض تعمله فهنحط احنا هكنا نحطين الماكسم او الحد الاخصى كنا نحطينه الف فهنيجي هنا نحط الحد الادنى مثلا ان هو مية هنخلي الموضوع ده بيتم عندنا بشكل يومي وهنخلي لو cost per result او النتيجة سعر النتيجة عندنا greater than اعلى من مثلا احنا بيكون لدينا 10 دولار المرة دي مثلا هنخليها 35 دولار او هنخليها لو موضوع العالم 30 دولار وهنخلي الموضوع ده برو time range هنخليه 3 ايام وهنخليه daily وهنعمل تبقى احنا كده عملنا الموضوع برضه بشكل عكسي انت ممكن تعمل عدد زي ما انت عايز من القواعد اهم حاجة بس ما هيتدخلوش مع بعض فانت ممكن تعمل القاعدة وعكسها عشان تقوير ده مؤمن نفسك تقولي الاحوال اذا بالمنظر ده بقى انت امنت انت نفسك لو انت عايز اعلانات تصرف اكتر وعمل انت نفسك برضه في نفس الوقت لو انت عايز اعلانات تبتلي انها تصرف اقل عشان مثلا لو في تغير فصول فترة صيب فترة شتاء فترة اعياد رمضان التغير في الاسعار الشنيع اللي بيحصل في الحاملات الاعلانية في اخر الفيديو هقولك على فيديو موضوع مهم جدا تشوفه بس خليناه لوقتي قبل ما نروح لنهاية الفيديو خلينا اجواب على شوية السئلة من اللي جاتلي على انستجرام زي ما وعدتكو بعد كده هقولي لكو فيديو مهم جدا لازم تشوفه معدوتي سؤال من نور وفي الحال السؤال انا ضغط جدا عشان احاول افهمه لان فيه تفاصيل كتير جدا فيه ودي احد الحاجات برضو ده انا بترجعك وتعملوها ابعادتوا سؤال في استراتيجية السؤال ممكن تلاقيه واجبته على اليوتيوب ويكون بسيط عشان اقدر ان انا افهمه بس انا هحاول اوصل لكم الفكرة او لان افهمتو المفروض ان احنا هنحدد فيها مختصة من الناس من الاخر يعني عشان الفيسبوك يقدر يوصل لها بس ليه نعمل كده وده هيقلل الوصول بتاع الفيسبوك مع انه في الاول كان هيورد اعلان للناس كلها واللي هيتفاعل بس هو ده المهتم ده كده مش هيعلي تكلفة النتيجة عندي اتمنى انه ده يكون اللي انا فهمته انور بس انت رطيت على نفسك يعني انت الوقتي بتقول انت هتورد اعلان للناس كلها واللي هيتفاعل بس هو المهتم في حين ان انا لو هتتفاعل مخصصة دي بس اللي هتشوف الاعلان هتتفاعل طب معنى كلامك ان في الحالتين هم اللي هيتفاعلوا مع الاعلان كلامك في الحالتين صح يعني لو انت محدد رسالتك الصحة في الاعلان ووريت الاعلان للناس كتير المهتم هو اللي هيتفاعل مع الاعلان فعلى عكس ده هيزود اصلا تكاليف الاعلان عندك لان انت الفيسبوك عندك هلان فيه ناس كتير بتشوف الاعلان وكتير منهم مش مهتم بس انا مش ده اللي انا كنت بقصده خالص اللي انا كنت بقصده دائما لما بقول حد جمهورك ان انت رسالتك تكون واضحة في الاعلان انت في حد معين بتكلمه سواء بقى انت لقيت له استهداف او ملاقيت لهش استهداف خلي رسالتك واضحة لو انت ام عندك مشاكل في التواصل الفعال مع ابنك بتضطر ان انت يتزعقيله عشان يجيلك او يعمل انت يتقول له عليه فانت هنا بتحكي مشكلة واضحة لجمهور معين ده اللي انا اقصده سواء بقى لقيت اهتمامات ملاقيتش اهتمامات كده كده الفيسبوك هيفضيه بقى زي ما بقول دايما اه هيشوف مين الناس اللي هتتفعل مع الاندي بقى هيدي الفئة فلأ انت المفروض تكون رسالتك هي الواضحة بغض النظر انت لقيت او ملاقيتش فئة مختصة كاهتمامات اتمنى ان يكون فاهمت سؤالك صح دي كده الاسئلة اللي وصلتني حتى الان من الناس اللي هي عاملة follow ياريت تعملوا follow عشان الرسالة توصلني لما طبعا بيقى في رسالة كتير جدا تبقى request ما بشوفهاش ولو انت عايز رسالتك توصلني خليك عامل follow make sure ان انت عامل follow وكده وصلنا لآية الفيديو الفيديو اللي اللي قلت بقى لازم تشوفوه هتلاقوني سيبقى لك فوق هنا بيتكلم عن بقى اهم استخدامات للقاعدة التلقائية نهارا اتكلمنا عن بس او التوسع بقولك في الفيديو ده على خمس استخدامات للقاعدة التلقائية وهم جدا انت تستخدمهم فرح شوف